اهم حاجة بقى في اللحظة الواقعية الحالية ان الهدنة تبقى مستقرة ثابتة مفيش اي حاجة تعكر صفو هذه الهدنة على الاطلاق فالنهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل ملك الاردن على هذه الخلفية المسألة ليست في اطار استقبال ملك الاردن حتى نتحدث عن انه الحمد لله وصلنا الهدنة لا ثق انه الحديث كله مش اقولك كله ظني مش عايز اقولك ثق بادو لان انا ما عرفش يعني ما تم داخل الغرف المغلاقة يعني في النهاية خلص من احاديث ما بين الرئيس والعاهل الاردني لكن ثق انه جانب ضخم ان لم يقود الاكبر 90% من حديث الرئيس مع العاهل الاردني على وماذا بعد الهدنة هنتحرك في اي اطر التوجهات بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي هنتكلم مع الامريكان في ايه هنتكلم مع الاسرائيليين في ايه هنتكلم مع الفلسطينيين في ايه هنتكلم مع الاوروبيين في ايه خلي بالك الصين دخلت على الخط ده على سبيل المثال روسيا الاتحادية دخلت على الخط طب مين اللي هيعود على تربست المفاوضات اولا وبعدين في دائرة بتبقى اكتر اتساعا يا ترى هيبقى مشارك فيها مين بالزبط التوجهات هتبقى ماشية ازاي الى اخره هذه القمة المصرية الاردنية النهاردة في القاهرة هي امتداد طبيعي وهام جدا لأهم قمة سلام اتعملت في العشر سنين اللي فاتوا الا وهي قمة القاهرة للسلام النهاردة دي هي امتداد طبيعي لأهم قمة سلام حقيقي اتعملت خلال العشر سنين اللي فاتوا